ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هنا تكمن علامات الرهاب والقلق المدرسي تختلف الأسباب من طفل لآخر وعادة لا يوجد عامل كبير واحد فقط يسبب رهاب المدرسة أو تجنبها فهناك عدة عوامل تؤثر على الطفل منها علاقته بالوالدين وتدني احترام الذات والتحديات الأكاديمية والمشكلات الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك وجود تاريخ من مشكلات الصحة العقلية لدى الأطفال أو والدهم هناك مجموعة نصائح أشار لها الأخصائيون لمساعدة الطفل في التقلب على رهاب المدرسة منها تذكير الأطفال بحب الوالدين لهم وأعطائهم بعض المكافآت والاحتفال بأنجازاتهم وضرورة حصول الطفل على فترات راحة بعد المدرسة لممارسة هواياته المفضلة ومن المهم التواصل مع معلم الطفل وموظفي المدرسة في حال شعر الوالدان بأعراض سلبية عند الطفل ترجمة نانسي قنقر